اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس محمد النجار صاحب العلامة التجارية بيتزا ستيشن قصة نجاح كبيرة وابتكر أخيراً العربية التحفة اللي قدام حضراتكم ركزوا معا أنا عايز أتعرف عليك أولاً الفكرة جات لك منين؟ بدعتها إزاي؟ كبرت إزاي معاك؟ إزاي ممكن أنا أخذ حق امتياز الفكرة الرائعة دي؟ أوكي أحنا كنا البيتزا ستيشن أو البراند بيتزا في مصر يعمل بيتزا نص متر خمسين سنتي في وقت كان فيه السوق مفوش براندات في بيتزا كتير كانت سنة جامعة في مصر سنة 2003 2003 البداية فعملنا بيتزا هان توست خمسين سنتي وكنا بنباع بالسلايس والغاية دلوقتي بنباع بالسلايس وإحنا كنا أول براند بيتزا يعمل ده جيب عادنا براندات تانية ومازلنا إحنا الليدرز في الموضوع ده بما أننا نحن نبيع البيتزا الليدرز الطعمك على فكرة الطعمتك حيل الحمد لله يعني الناس مبسوطة من الكواليتي بتاعت البرودكت احنا بنعمل بيتزا فولي لودي بيتزا طوبينج مليانة طوبينج فيها تنوع فيها أطعامة مختلفة بما أننا نحن البراند الليدر في حكاية السلايس دي في مصر فإحنا فكرنا بقى في البيبي ده لسه مولود أنك تعتبره ابنك ده معنا أن أنت بتديله اهتمام كبير طبعا طبعا إحنا فكرنا فيه لأنه دايماً بيجي لنا إيفنتات بيجي لنا نحن الناس بتطلبنا أنه نبقى موضين في إيفنت فور وان داي تو دايز بقى إيفنت سريع أهم حاجة أني البيبي ده يبقى ورايب منه فرق من الفرور الرئيسية بتاعي موسيقى موسيقى